اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والصلاة على محمد وآله الطاهرين ايها الاخوة المشاهدون ايتها الاخوات المشاهدات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقات السابقة ان هناك اجماع بين جميع المسلمين بين السنة والشيعة على خروج الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وانه يملأ الارض قصة وعدلة كما ملئت ظلما وجورة وهناك كبار علماء السنة ومنهم الشيخ ابن باز يكفر من ينكر وجود الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وانا ذكرت ذكرت وسأكمل اسماء على اكثر من ثمانية وعشرين عالم من كبار علماء السنة حفاظ وكبار علماء الانساب كلهم يؤكدون ولادة الامام المهدي ليس فقط الامام المهدي يؤكدون ولادة الامام المهدي وهؤلاء العلماء بعضهم يذكر الامام الحجة وحده واكثرهم اقلبهم يذكر ان الامام المهدي هو ابن حسن العسكري ابن علي الهادي الى اخري اما صعودا واما نزولا ابتداء من الامام عليه الحسن الحسين زين العبدين الى الامام الحجة المهدي يذكرون اسماء الامة الاثنى عشر هؤلاء العلماء الكبار مثلا من العلماء الذين ذكروا ولادة الامام الحجة المهدي محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان صفحة 336 قال إن المهدي ولد الحسن العسكري فهو حي موجود هو حي موجود باق منذ غيبته إلى الآن يا أخي ماذا يقولون أكثر ماذا يا أخي يقول لك هو ابن الإمام الحسن العسكري لا خلاف أن الحسن العسكري استشهد سممه المعتمد إذا كان استشهد لا شك أن ابنه المهدي كد ولد كيف رجع ولد ابنه المهدي بعد لحظت يا أخي يقول فهو حي موجود الإمام الحج المهدي باق منذ غيبته إلى الآن طبعا لا يستطيع البعض أن يستغرب إذا كان يؤمن بالقرآن نوح دعا قومه ألف سات إلى خمسين عام في صحية مسلم وفي الصحاح عدد من الصحاح صحاح أهل السنة يقولون أن الدجال حي حي منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وقد رآه تميم الداري ووصفه للنبي وهو حي وباقي إلى أن يخرج عيسى والمهدي الدجال لا يستطيع أحد من أهل السنة أن يقول أن الدجال لم يكن في زمن النبي وليس حيا إلى الآن فلماذا يا أخي؟ هل يمكن أن يستغرب إنسان أن يبقى إنسان كافر؟ أيضا موفوق في الحديد من ركبتيه إلى رقبته موثق بالحديد في حديث الجساسة اسأل أي عالم من سنيشيت؟ يقول لك نعم رآه تميم الداري وهو حي وموجود وسيبقى حي منذ أكثر من ألف أربعمائة عام إلى أن يخرج عيسى عليه السلام والإمام المهدي فيقتلانه طيب عالم آخر محمد بن أحمد المالكي المعروف بابن الصباغ المعروف بابن الصباغ في الفصول المهمة في الفصول المهمة صفحة 273 في الباب الثاني عشر كل هؤلاء علماء سنة لا أذكر ولا عالم شيعي لا أذكر ولا عالم شيعي كل هؤلاء علماء سنة كلهم يقولون بولادة الإمام المهدي نعم يقول قال ولد أبو القاصم محمد الحجة ابن الحسن الخالص الحسن العسكري لقبه الخالص بسرمن رأى يقول سرمن رأى يعني سمراء في النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين من الهجرة المؤرخ ابن الوردي قال في تاريخه ولد محمد ابن الحسن الخالص يعني العسكري سنة خمس وخمسين ومئتين كل هؤلاء علماء سنة يا أخي هل يستطيع هل يكذب كل هؤلاء الإنسان يا أخي وقال الشيخ عبد الله الشبراوي الشيخ عبد الله الشبراوي الحادي عشر الحادي عشر من الأئمة الحسن الخالص الحسن العسكري ويلقب بالعسكري ولد بالمدينة ويكفي شرفا نعم أخواني الله أكبر والله كم تشعر بفرح هؤلاء المخلصين لاحظ يا أخي ماذا يقول هذا العالم عبد الله الشبراوي هذا العالم السن الكبير يقول أن الأمام المهدي المنتظر بقول ويكفي الإمام الحسن العسكري شرفا ويكفيه شرفا أن الإمام المهدي المنتظر من أولاده ولد الإمام ولد ولد ليس سيولد ولد كلهم يقولون ولد 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 الإمام الحجة ابن الإمام الحسن العسكري الخالص بسرم الله يعني بسمر الله ليلة النصف من شعبان سنة مائتين وخمسة وخمسين هجرية قبل وفاة أبيه بخمس سنين اسمه الكتاب الاتحاف بحب الأشراف صفحة مائة وخمسة وسبعين طباعة مصر سنة ألف وتلتمية وستعش ومن النسابة الكبار من النسابة أهل السنة الكبار الكبار المشهور النسابة العمري العمر المشهور في كتاب المجدي في أنساب الطالبيين صفحة مائة وثلاثين قلت ومن النسابة العمر المشهور في كتاب المجدي في أنساب الطالبيين صفحة مائة وثلاثين قال ومات أبو محمد أبو محمد يعني الحسن العسكري ومن النسابة العمر المشهور في كتاب المجدي في أنساب الطالبيين صفحة مائة وثلاثين قال ومات أبو محمد وولده من نرجس معلوم معلوم محمد المهدي معلوم يقول عند خاصة أصحابه وثقات أهله من علماء الأنساب المشهورين عند أحبائنا أهل السنة الذين شهدوا بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأنه ابن الإمام الحسن العسكري أن الساب الشهير الشهير أبو نصر سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان البخاري من أعلام القرن الرابع الهجري قال في سر السلسلة العلوية وولد علي بن محمد الطقي الحسن بن علي العسكري وولد علي بن محمد الطقي الحسن بن علي العسكري وولد علي بن محمد الطقي جعفر وهو الذي تسميه الإمامية جعفر كذا كذا إلى أن يقول لادعائه ميراث أخيه الحسن عليه السلام الحسن العسكري دون ابنه القائم الحجة يعني يقول هذا الرجل النساب الكبير يقول أن هناك شخص اسمه جعفر لا يصدقونه شيء غير الإمام جعفر الصادق عليه السلام لأنه ادعى ميراث أخيه الإمام الحسن العسكري دون ابنه القائم الحجة يعني ابنه القائم الحجة موجود ولكن ذاك جعفر ادعى على الميراث عنه وقال شمس الدين بن محمد بن طولون الحنفي مؤرد اخدماشق في كتابه الأئمة الاثنى عشر يذكرون الأئمة الاثنى عشر أئمة اثنى عشر لا ينطبق إلا على أئمة أهل البيت ليس لهم اصداق في الواقع الخارجي إلا عليه وأبناء عليه اثنى عشر إمام الذين ذكر عددهم البخاري ومسلم وهؤلاء علماء السنة يذكرون أسمائهم قال شمس الدين محمد بن طولون الحنفي مؤرد اخدماشق في كتابه الأئمة الاثنى عشر كانت ولادته يعني الإمام الحجة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين ولما توفي أبوه كان عمره خمس سنين ثم ذكر الأئمة الاثنى عشر وقال قد نظمتهم على ذلك وقلت عليك بالأئمة الاثنى يعني هذا العالم السن الكبير شمس الديني بن طولون قال شعر في الأئمة الاثنى عشر وذكر أسمائهم ماذا قال قال عليك بالأئمة الاثنى عشر من هو هذا هو العالم الكبير شمس الدين محمد بن طولون الحنفي الحنفي مؤرد اخدماشق في كتابه الأئمة الاثنى عشر وبغض زين العابدين شين محمد الباقر كم علم درى والصاد قدع جعفرا بين الورى موسى هو القاظم موسى هو القاظم وابنه علي لقبه بالرضى وقدره علي الله أكبر محمد الطقي قلبه معمور يعني محمد الجواد علي النقي علي الهادي دره منثور عسكري الحسن المطهر محمد المهدي سوف يظهر لحظت يا أخي لحظت يا أختي هؤلاء علماء السنة كبار علماء السنة هؤلاء علماء السنة الحقيقيين كلهم يذكو هذا يقولون شعر في الأئمة الاثنى عشر حتى لأن الأئمة الاثنى عشر معروفين بالعدد وبالأسماء فإن إثبات ولادة الإمام المهدي عليه السلام لا ريب فيها عند المؤرخين والنسابة إثبات ولادة الإمام المهدي لأنه هناك لعل أكثر من مئة عالم من كبار علماء السنة ذكروا ولادة الإمام المهدي ذكروه بالإسم أن الإمام الحجة ولد في سنة 255 للهجرة حينما توفي أو استشد أبوه كان عمره خمس سنوات كبار علماء السنة كبار وهم النسابة يؤكدون ولادة الإمام المهدي جاء في كتاب تحفة الطالب يقول الإمام المهدي وأما ولده محمد المهدي كتاب تحفة الطالب وأما ولده محمد المهدي ابن الحسن العسكدي ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى القاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين زين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب فهو الثاني عشر من الأئمة يقول لك أذكر الأسماء أذكر الأسماء أذكر اسم علي أذكر 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 أذ العدد وهلا يذكرون الاسماء يا اخي ماذا تريد منا اكثر من هذا بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في الحلقة القادمة موسيقى موسيقى